مدير عامل إدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه في إطار الجهود الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات وتهريبها لحماية المجتمع من مخاطرها تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع قيادة خفر السواحل وطيران الشرطة من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق البحر مصدرها إيران وتزيد قيمتها عن أربعمائة ألف دينار بحريني كما تم القبض على شخصين بحرينيين متورطين بالواقعة وأضح أن التحريات الأولية أشارت إلى عتزام شخصين القيام بتهريب مواد مخدرة من إيران وبعد تأكيد هذه المعلومات وجمع الأدلة اللازمة تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويتهما وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم رصد قاربهما والقبض عليهما بعد استلامهما الكمية في عرض البحر وتحريز المواد المضبوطة والتي بلغت 68 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدرة وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر